احنا بنتكلم هنا مش على التحويل احنا بنتكلم على تعظيم دور مصر مركز اقليمي لان هي مصر طول عمرها بمواقعها جغرافي زي ما تكلمنا ولكن احنا كل ما هنالك احنا ازاي نستفيد من هذا وانحنا نعظم دورنا كمركز اقليمي ويمكن احنا بداية لازم نقول ان احنا في الفترة الاسبق برضو كان من ضمن التحديات وجود بعض يعني اضايا تحكيم وغيره فاحنا الحمد لله مع تسويات اضايا التحكيم ومن خلال الشركات تم التعاقد على استجلاب الغاز من حقول شرق المتوسط باسرائيل من خلال هذه الشركات وبدأنا نستقبل الغاز في يناير 21 ومن هنا نقدر نقول ان مصر بقت من هذا اليوم مركز لتجارة وتدول الغاز ليه؟ لان احنا بنستقبل الغاز بنمرره في خطوط وبعدين بنصدره من خلال محطات الاسالة بتاعتنا اللي خلصنا قضايا التحكيم وبدأنا نشغلها وبالتالي كمان احنا بنصدر الغاز للاردن من خلال خطوط الربط ما بيننا وبين الاردن وفي نفس الوقت كمان عندنا محطات الاسالة بنصدر للاتحاد الاوروبي وكل اسواق العالم من خلال الغاز المسال جاري الان من خلال التنسيقات ما بين الدولتين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات هناك علشان نخلص اتفاق على استجلاب ما سينتجه ان شاء الله حقل افروديتي الكبروسي الى مصر وتوج ذلك بالمبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالفعل في احد القمم الثلاثية في قبرص في اليونان في 2018 وبالفعل تم التأسيس وانشئ المنتدى في مارس 2021 من ضمن الدور المهم ان احنا بنقول ان احنا بنعظم دور مصر كمركز اقليمي احنا عندنا سواء على البحر البد المتوسط او على البحر الاحمر عندنا 14 ميناء بترولي متخصص واثنين لتصدير الغاز المسال طورنا خمس مواني او اضفنا يعني اضفنا وطورنا خمس مواني بمليار ومئة مليون دولار في خلال الفترة رفاتت وكان حجم التداول العام الماضي 93 مليون طن من خلال هذه المواني سواء زيت خام او منتجات بترولية او غاز مسال هذه صور لبعض المحطات او المواني المختلفة للغاز والمنتجات الاستدامة البيئية طبعا قطاع البترول من قطاعات التي يعني ملتزمة بالخفض الانبعاثات في اطار اتزام مصر والاتفاقات الدولية طبعا في مجال المناخ والحقيقة ان احنا دخلنا في كل اعمالنا وخطط قطاع خفض الكربون كجزء اصيل من الانشطة بتاعتنا في نفس الوقت نجحنا وكسابقة يعني لمصر في ان احنا ننظم يوم خفض الكربون من ضمن فعالات الكوبتن تي سابن في شرم الشيخ العام الماضي والحقيقة انه كان ده صبق لانه استطعنا ان احنا ندعو شركات البترول العالمية في هذه الفعليات واصبحوا مرحب بهم من الان فصاعد وبالتالي كانت نقطة محورية لتضمين شركات البترول العالمية بعدما كانوا مستبعدين وغير مرغوب فيهم اصبحوا جزء من المعادلة الخاصة بالحل وفقامة الرئيس اعلن مشاركة مصر في التعهد العالمي للميثين وده فيما يخص قطاعي البترول والغاز مهم جدا تحسين كفاءة الطاقة لانه احنا النهاردة اسسنا ادارة في كل شركة وفي شركات القبضة وفي الهيئات لتحسين وترشيد كفاءة استخدامات الطاقة كذلك استرجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة الجديدة المتجددة لكون جزء من الاعمال بتاعتنا الحقيقة ان احنا بموجب ذلك استطاعنا ان احنا نوفر عشر تلاف جيجاوات ساعة في السنة بما معناها حوالي ماتين وستين مليون دولار سنويا وتقليل كربون بحوالي 2.2 مليون طن ده مجموع الارقام الموجودة في الثلاث جرافات الموجودة دي تنمية المهارات احنا طبعا قطاع مسؤول عن تنمية الموارد الطبيعية فبرضو اصلا بنهتم بتنمية الموارد البشرية ايضا واحنا طبعا بنشتغل على بناء القدرات سواء كانت قدرات فنية او كانت برامج للقيادات الشابة او تأهيل الكوادر القيادية او برامج للتطوير في الادارة العليا مسؤوليتنا تجاه المجتمع فطبعا احنا متوفقين مع المحاور الخاصة باهداف الامم المتحدة للتنمية المسادمة وقد استعرضت هذا معالي وزيرة التخطيط في جلستها السوف انما احنا عايزين نقول ان احنا بالتوازي ملتزمين بهذه الاهداف في كل مشاركاتنا المجتمعية سواء البرامج الخاصة بجودة التعليم الصحة والمساواة تغييرات المناخ او رفاهية العيش ويمكن دي صور لبعض الامثلة التي نقوم بها وده لان احنا قطاع بتاعنا موجود في معظم محافظات الجمهورية وبالتالي لازم يكون لنا دور فاعل في هذا وفي النهاية الحقيقة احنا اطلقنا مؤتمر في 2017 وهذا المؤتمر كان هدفه ان احنا نستعرض قصص النجاح قطاطنا فرص الاستثمار الموجودة عندنا لشركات العالمية والشركات الإقليمية والشركات المحلية والقطاع الخاص والحقيقة في اول نسخة شارك 320 شركة نسخة السنة دي في فبراير 23 شارك 500 شركة عالمية وكان عدد الزائرين 11 الف في اول نسخة النهاردة في اخر نسخة كان 36 الف نسخة طبعا احنا اهم حاجة انه بيشرفنا فخامة الرئيس لانه هو بيدينا هذا الدعم في وجوده معنا في افتتاح المؤتمر والمعرض وبالتالي بيدي وزن كبير لهذا المؤتمر ودي بتبقى النفيذة بتاعتنا لاستعراض كل جهود القطاع شكرك فخامة الرئيس شكرا